ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثالثة عشراء للمجلس في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس هذا ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة المالية 2021 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2021 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في أجواء سادها النقاش الجاد والمسؤول من قبل رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبقية الأعضاء قادها رئيس المجلس ودارت حول مناقشة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة نفسها بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية ووافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة عليها مناقشات اليوم كانت مناقشات ممتازة صراحة ترقى إلى الامتياز من كافة العضاء التي أبدو ملاحظاتهم أولا أثنوا على عمل اللجنة وفعلا عمل مشكور وعمل بالأرقام يعني اسم العمل البسيط ولكن في خلال هذه المدل البسيطة تستطيع اللجنة أن تنتهي من هذا العمل الكبير جهد يشكرون عليه أيضا بعض الأخوة الأعضاء أبدو ملاحظات أيضا أساسية في التقرير سواء على التقرير اللجنة أو على الحساب الختامي نفسه ملاحظات في الجانبين على التقرير اللجنة وأيضا على الحساب الختامي أيضا اللجنة وضعت أدة ملاحظات وتوصيات للحكومة الموقرة للأخذ بها في إعداد التقارير القادمة إن شاء الله تقرير المالية والاقتصادية ذكر بأنه وجد تطورا ملموسا من قبل الجهات الحكومية في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ أو أهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة وهذا ما عززته المداخلات والمداولات التي قدمها السادة الأعضاء وممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وما سبقها من لقاءات واجتماعات عديدة كل هذه الأمور التي تم استعراضها سواء داخل اللجنة أو من خلال استفسارات اليوم ومداخل التعضاء والتي انتهت في نات مطاف إلى اعتماد المجلس لهذا الحساب الختامي هو شيء طيب وهذا يعبر على التعاون المثمر العميق بين الصدتين التشريعية والتنفيذية مقرر اللجنة بيّن أن الحساب الختامي تضمن البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة والبيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل وتتضمن البيانات أيضا الميزانية العمومية وبيان الإيرادات والمصروفات وبيان التدفق النقدي وكذلك أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها جهد كبير ومتواصل بذله أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى وذلك من خلال الاجتماعات المتواصلة واللقاءات المستمرة مع المسؤولين ما أثمر عن اعتماد المجلس بعد المداولات للحساب الختامي للسنة المالية 2021 يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين